جيف بالي انه احنا في الغالب عملنا جريمة كبيرة جدا زيادة عن اللزوم في حق اولادنا وبالمناسبة بعض اهلنا ارتكبوا جريمة في حقنا برضو وده بيبقى عندون قصد يعني ده مش مقصود ايه هي الجريمة هي فكرة مش بقى ازدواجية ثقافية تغييب ثقافتك في الجيل بتاعنا كان فيها بعض الاصدقاء او المعارف او الزملاء وناس بتبقى مثلا في مدارس تانية ومش عارف ايه وحاجات زي كده كنا نلاحظ ايه نلاحظ وده بعد كده حصل بقى في الاجيال بتاعة عيالنا دلوقتي لعني هم المراهقين اللي طاف دول او الولاد اللي في الجامعة احنا عندنا جزء من الجيل بتاعي بس ده جزء قولايل مش كبير وجزء كبير من الجيل اللي موجود دلوقتي عنده ازمة ثقافية حقيقية ازمة ثقافية حقيقية يعني ايه يعني هو مش حاسس انه جزء من ثقافة بلده او وطنه يعني اجيبها لك على بلاطة الاجيال عندها حالة احتقار احتقار لمين احتقار لفكرة الثقافة المصرية والعربية فهتلاقي العيال طول الوقت بقاها ملوي بتكلموا كادع يعني عملك كادع وطول كويس العيال بتتعمى طول الوقت تتكلم بلغات غير العربية يكونوا بيوتقنوها يتكلموا بقى في تلات اربع كلام وتلاقي بيتكلم انجليزي تلات اربع كلام وبيتكلم فرنساوي تلات اربع كلام وبيتكلم الماني حاجات من النوع ده يعني ده شق الشق التاني انه طول الوقت شايف انه الثقافات مش سيبك بقى من الدول وتقدمها الصناعي او الاقتصادي او السياق هو عنده مشكلة انه شايف انه الثقافات بتاعت الدول بتاعت اوروبا وامريكا الشمالية بالتحديد امريكا وكندا يعني وطبعا هنا احنا هنستغنع عن المكسيك في الحتة دي انهم شايفين المكسيك شبهنا يعني مهم استراليا نيوزيلاندا الناس البيت دول اللي وشهمتلي اي دايما محمير كده هو شايف انه ثقافتهم هي ثقافة اهم واعلى وارقة من الثقافة المصرية والعربية وشايف انه لما بنتكلم لغات تانية فده لانه احنا يعني احنا مش زي بقية الناس احنا اعلى وهتيجي تقولي ممكن ده يكون موجود عند العيال اللي يدخلوا المدارس الدولية الجديدة وبيخشوا جامعات اجنبية وبيسفروا برة اقولك لا ده بدأ يوصل ده جوه الثقافات اللي مفترض انها الثقافة الشعبية المصرية الاصيلة وده بالمناسبة شيء عظيم انه حد يتمسك بثقافته الشعبية وبمنطوقه الشعبي وبمصطلحاته فهتلاقي انه كتير بقى من اهالينا اللي في المناطق الشعبية اصبح كمان ولادهم قدر الامكان ما اخد بالك بقى قدر الامكان بيعمل ايه يحط كلمة ولا كلمتين انجليزي في وسط الكلام ليه عشان يحسسك انه هو زيه زي العيال التانين ولاد الزوات دول لانه هو كمان لمقتنع ولا محب ولا مقدر لثقافته المصريات الشعبية دي الجريمة اللي حصلت في مصر من السبعينيات لحد دلوقتي ده دي جريمة وجريمة كبيرة لانه ده مش حصل في اي حتة في العالم العالم كله هتلاقي الشعوب والاجيال المتعاقبة عندها تمسك حقيقي بثقافتهم الوطنية فلازم تشوف ان العيال الالمان عندهم تمسك العيال الامريكية العيال انجليز العيال الفرنسوين العيال النمسوين البلجيك الروس الكل عنده تمسك حقيقي بثقافته وبلغته وبأدبه وبشعبياته لو صح احنا لا وعلى ما يبدو انه في الفترة بتاعت سبعينات وتمانينات وتسعينات ويمكن اول عشر سنين من الالفنات المناهج الدراسية بالمناسبة اللي في المدارس ساعدت على ده مع انه المفروض يبقى العكس ساعدت ازاي هي ما شجعتش الولاد دول عن طريق الترغيب انها تفاهموا مدى اهمية وعمق ثقافته كمصري اولا يعني وعربي بشكل اكتر عموميا فالعيال عندها حالة احتقار كده وبيحسوا انهم لما يعملوا حاجة بتاعت الاجانب هو كده اعلى هو كده طبقه افضل عشان كده بقولك دي عدوى انتقلت وتلاقي انه اتجاهات الدولة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية بتاعت الدولة شجعت على ده اكتر شجعت على ده ازاي لما بدأت تظهر ثقافة اسمها ثقافة الكمباوند انه يبقى فيه مكان ما محاط بصور عالي وكبير وحواليه دايما امن وجواء يحول دون الدخول والخروج يعني محدش يقدر يعتب البوابة دي غير لما نعرف انت مين ويعترى ساكن عندنا ولا مش ساكن عندنا ولو مش ساكن عندنا انت دخل مين وبعدين بيقيمك كمان بقى بعربيتك يعني انت يا طرى بقى بسا راكب عربية طبعا ما كانش وقتها لسا الصيني بقى كوري ولا ياباني ولا ألماني ولا راكب حتة انجليزي رفيعة المستوى دي مصيبة اللي بيقيمك هنا صدقنا اللي واقف على البوابة اللي هو زي وزينا يعني طب انت بتقيمني على العربية ليه محن زي بعض يا زميلية عارف انت البقى ده ماشي الثقافة بتاعت الكمباون دي عملت كرسة لانه في الفترة بتاعت سبعينات تمانينات تسعينات والمطلع او العشر سنين الاولى من القرن الواحد وعشرين عندنا هنا في مصر حصل انسحاق طبقي وعذرني على استخدام المصطلح اللي يبدو تقول كده انسحاق في طبقات تسفلتت بقتها والاسفلت حتة واحدة كده اتدسع عليهم الدولة ما شافتهمش همشتهم عشان كده اصبحوا صموم المهمشين وطلع مصطلح تاني لك مجتمعات العشوائيات والعشوائيات دي بالمناسبة ده اتظهر سنة 72 يعني بسبب الهجرات الداخلية اهلين اللي مش لقين لقمة عيش او سبب للرزق فبياخد بعض ويطلع على المدن الكبيرة يطلع بقى على القيارة يطلع على اسكندرية يطلع على بورسعيد وحاجات زي كده طب هيسكن فين ما هو على قده اوي 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 فبدأوا يشوفوا المناطق الفضية ويعمل فيها عيشة صغيرة يقعد فيها علشان الصبح يروح يجري على لقمة عيشه فاصبح في عندك ثقافة تانية خالص طيب الانسحاق الاجتماعي ده كان بيوزين ناحية تانية ناس بتعتقد في نفسها ارستقراطية مصرية جديدة فاذا كانوا هم قريبين من الاسر الحاكمة يبقى هم جزء من ارستقراطية جديدة طب لو مش قريبين بالسلطة وبالنفوس وهم قريبين بالفلوس الكتير جدا اوي خالص يعني على رأي الاستاذ بهاء الله يرحمه انفتاح السدح مداح وسمي سدح مداح في المصطلح بتاع الاستاذ بهاء لانه كان بلا ضابط ولا رابط وكانت الدولة مش شايفة هي بتعمل ايه حالة من حالات العشوائي والجري وورا الاستهلاك وبالتالي تصبح القيمة هنا اللي موجودة جوه المجتمع قيمة الفلوس فاللي معه فلوس كتير يدخل عنه مدرسة غالية جدا ومش مهم بعد كده اخلاقه وثقافته تربيته وتركبته ده مش معناه انه الاغنية فيه طبعا ناس زي الفل احنا مش مختلفين انا بكلمك على الانسحقات الطبقية اللي حصلت والاحقاد الطبقية اللي ولدت بسبب ما اطلق عليه كومباوند لانه اصبح لو انت مش ساكن في الكمباوند فياي معقولة لدرجة انه وصلنا لبعض الناس وانا بكلمك بجد معقولة انتو لسه ساكنين في الزمالك 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 جيلي بيعاندي فيها بيبقى حاس انه يعني سافر بر ما اقول لسه ساكنين في الزمالك انتو مستكنين عندنا في مش عارف ايه كومباوند مثلا يعني يطلع بقى في الشيخ زي 6 اكتوبر في التجمع الخمس زي ما يطلع يعني ايه ناس تقرر انها تحوط نفسها باعتبارها الطبقة الناجية التي لا تريد ان تتعامل مع بقية الشعب ايه ده وبعد شوية يبقى لهم جوة مطاعمهم ومحلاتهم او بيذهبوا للتسوق في اماكن معينة وبطريقة معينة ياكلوا في اماكن معينة وبالمناسبة مش بس فلوس لالاماكن دي بقى لو انت عاوز تروحها لو هو يعني شافك كده لابس لبس مش على مزاجه الاخ اللي بقى وقف على الباب ده ما يدخلكش ودي برضو حاجة غريبة جدا وبالمناسبة ده مش موجود في اوروبا ولا موجود في الكلام ده المكان فيه او يعني رايح تتعشى في مكان ولا تتغدى في مكان ولا تخرج في مكان ولا تتفسح في مكان طالما حضرتك معاك تمن الاكل وفيه ترابيزة فاضي يتفضل يعني عندنا لأ لو ما استندفكش وتغدش مزاجه خلاص طب يعني ايه ما استندفكش يعني ايه يعني ما انا مستحمي وزي الفل ولابس كويس يعني زوقي مش عاجبك دي مشكلتك خد بالك اللي حصل ده مش بس قدى الى انسحاق طبقي قدى الى توليد لانه بقت فيه ناس شايفة انها اعلى من بقية المجتمع وبقية المجتمع بقى بيبص على الناس دول هو انتو حسن مننا في ايه يعني وبالمناسبة الكمباوند ده او فكرة الكمباوند هي سبب رئيسي وراء زيادة معدلات جريمة ده بوجة نظر المتواضعة مقدرش اقولك فيه دراسة اجتماعية بتقول كده لكن انت قعد فكر بالراحة وبالتزان ناس طول الوقت شايفة انك بتعاملهم باعتبارك انت احسن وانت ارقى وانت افضل وانت ازكى مع انك مش بالضرورة تكون ازكى ولا حاجة يعني علاقة الزكاء بالفقر والغنى والغنى والكلمة لان انا اعتقد انها كلمة يعني بائسة ودي احنا ورسناها من ام المماليك ابن ناس اللي قصلي فلان ده ابن ناس طب ما احنا كلنا وانا ابن ناس المماليك لما كانوا بيحكموا في مصر فاستخدموا مصطلح ابن ناس وحرفوش في الكتتيب تعليم بتاع الكتتيب بيبقى قاعد سيدنا يحفظ العالي القرآن ومبادئ اللغة العربية وبيبقى معاه واحد مساعد كده اسمه العريف فالعريف ده شغلته ايه يلم اجرة سيدنا والاجرة دي يا فلوس يا درة كلتين قمح اكلة حلوة بطاية محمرة وازاي مكتفة حاجات كده يعني طيب سيدنا بيمتحن العال انت اقرالي من الاية كذا الاية كذا في الصورة الفلانية فلان ينجح وفلان يسقط لو سيدنا عاقب السقط او اللي ما فقى فشل او اللي ما نجحش كان العقاب انه العريف يروح جاي بالواد عبطه ويدربه بالخرزانة فلو طلع ان الواد اللي اتضرب بالخرزانة ابن حد من المماليك سيدنا كده ايه هيتضبط فكان سيدنا لما يخش الكتاب ايه من المماليك ينادي على العريف يقول له يا ولا حط لي ولاد الناس النحيا دي والحرفيشة النحيا دي فلو حد من ولاد الناس اللي هم المماليك ولاد المماليك اسمهم ولاد ناس و chickenhar واحن اولاد البلد اسمنا حرفيش فلو حد من العيال ولاد الناس دول غلط سيدنا يصحح له يقول له اصتي انت اكيد كنت انت مفترتش يا واد ما شهيقدر يعقبك اما ابن الحرفيش لو غلط في طعبت ويتضبت بالخرزانة لما يقول يا كفا ويا سلام لو اتأخر على دفع الأجرة العلقة تبقى أكبر لكن ابن الناس ابن المماليك لو اتأخر في دفع الأجرة يقول له وماله ده احنا ينولنا الشرف ان ابن فلان عندنا في الكتاب تاني ركز في اللي أنا قلته عشان بس تبقى فاهم شكل الانسحقات اللي حصلت في المجتمع وده اللي بيتم علاجه دلوقتي يعني أكيد أكيد أيام جمال عبد الناصر ما كانش فيه الكلام ده كان فيها أخطاء بالمناسبة وأخطاء كبيرة كويس برضو أخطاء اجتماعية حلو لكن فيما بعد ذلك حصلت ثقافات شديدة الغرابة ثقافة الكمباوند ثقافة انت عربيتك نوعها ايه ثقافة انت لابس بكام ثقافة انا شكلك عجبني ولا مش عجبني ادخلك او امنعك قرر ان انا اجوزك بنتي علشان انت ابن ناس ولا مش ابن ناس فيبقى ابن الفقرة ده ابن لزينة يعني على العموم غياب الثقافة وغياب التوعية جوه التعليم كويس وتاني بأكد غياب التوعية جوه التعليم يا جماعة المدرسة ما هيش معمولة بس علشان خاطر احنا نروح نعرف الدرس خد بالك احنا المدرسين بتوعنا في اجيالنا الطويلة باستثناءات قليلة كانوا يقولك هيا حفظت الدرس حفظت ايه يا استاذ انا مش عايز احفظ الدرس انا عايز افهم الدرس باستثناءات انا كنت لسه كنت بتكلم على انه مع 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 امي يا رباني ديها صح انا اللي حببني في التاريخ حكتين ماما هي خارجة اداب تاريخ جمعت عن شمس حببتني في التاريخ جدا وكان حظي حلوة بقى هي بتحب القرية وعندها بقى وتحتفظك حتى بكتبها الاكاديمية بتاعت الكلية فقاريت كتب اداب تاريخ عن شمس اللي اربع سنين كلها وكان عندي مدرس ربنا يديله الصحة يا رب لو عايش ويرحمه ويقدس روحه لو توفى مستر عوض فرج فانوس مدرس التاريخ بتاعي في المدرسة عارف يعني ايه مدرس التاريخ بيشرح لك التاريخ بالجغرافيا هتضحك انا بتكلم جد لما يجي يشرح لك المعارك بتاعة رمسيس التاني تجاه الحيثيين في سوريا ويروح رسم الخريطة على الصبورة ويقعد يشرح ازاي الجيش المصري اتحرك بقيادة رمسيس التاني ودخل من الحتة دي وحصل كذا ودي المعرك وبعدين رجع وبعدين مش عارف ايه وبعدين حق وهكذا فحبيت التاريخ بسبب مدرس وبسبب امي طيب لو افترضنا ان الام ما كانتش لها في التاريخ ولا بتاعة في مدرس المدرس ده حببني في حاجة ووعاني وفهمني وعلمني حلو؟ طيب اشتركوا في القناة